اهلا وسهلا بكم حبابي في كاتيش كوكين اشتركوا في القناة لموكاتيش كوكين اليوم سوف نعمل مع بعض البيتزا جميلة فهناك 5 مره وره ببيتزا المكونات سهلة و بسيطة جدا نريد معنا 3 كبهات ديئ وزيت زتون وخميرة وملح وسكر ومياه دافية ولو نريد ممكن تضع زعطر ثلاثة تريا بوتيريا لفري سيجل الماء اللاتي زاخري رجاني القمير بوتيلي نيران بريبو هنضع كل المكونات النشفة مع بعض الزعطر يطع تطعم جميل او في البتزا نضع ماء زيت زتون ونقلبهم مع بعضين جيدا غير دافئين الماء نضيف الماء و نعجل نضيف الماء و نضيف الماء سوف نضع الصالصة البيتزا معنا طوم مفروم طماطم مبشورة وصالصة الطماطم نضعهم كلهم على النار ونسيبهم يتسبقون وملحوا في الفن سوف نضع الصالصة سوف نضع الصالصة الشرطة الشرطة دوماتا دوماتا عطيم بعد ان نضع نضع اخر حينها ثم نضع ثم نضع نضع ينضح طرق كيف كافة انا عملت واحدة كبيرة واربعة صغيرين من ثلاث كوبات دي عايزين مكونات اللي انت عايزينها فلفل وطماطم زيتون جبن مبشورة سلامي ممكن فراخ ممكن الحشو ده الحاج اللي انتو حبينا بتحشو بها انا هعملها بطريقة حلوة النهاردة محشية من الجناب بالجبن المبشورة او بالجبن الكريمي انتو حبينا بطريقة حشو فينوز θα βάλουμε τη ζύμη θα το κόψουμε για ένα μεγάλο και 4 μικρά θα κάνουμε mini pizza θα βάλουμε στις άκρες 3 τριμμένα كيفية جميلة كيفية جميلة كيفية جميلة كيفية جميلة انتو حبينا بطريقة ونقفل الحروف وفي النصد بنحط لحاجة اللي احنا عايزنا اغو جيرو جيرو فيلادلفيا كلينو كيفية جيرو جيرو كيفية جميلة كيفية جميلة ضمن Champere ضمن Court وضع جبنة وضع سلامي وضع من فوق أي لانشون من غير طماطم وفلفل وعلى حسب راحة كل واحد يحبها ازاي افتاني تريتي مازيمو اخو بالتجافرة تريا كي سلامي وزابون كيني اعتمي كبيرة بقى معي هفردها كويس وخرامها بسببعي كويس وحطوها في السنية وفردها كويس هحطها ولين دير جبنة وقفلها كويس دي مغالي بيتسا مازيمو اعفل السساكر تري كيتو كلينو كالا كالا كيتو يميزمو مشالسة بيتسا سهلة جدا وطعمها حلو جدا وهتحبوها خالص وعلى فكرة تنفع صيامي لان ما فيهش ولا زبادي ولا لبن ولا اي حاجة ممكن تستغني عن اللانشون وتحطي بس خضار وجبنة صيامي والحاجات الصيامي والحاجات الصيامي كده جاهزة معي بجيب بيضة ومعلقة لبن وقدهن الحروف وانا بحب روش عليها من فوق سمسم او حبة البركة زي ما انتم عايزين حتى يكون حفلة او حفلة قطعي عالقة قطعي عالقة حتى في الفرن نوص ساعة او 180 دقاط وانا خطرة كده بعد ما طلعت من الفرن دهزة وحلوة وخطيرة تعمها حلو جدا تعمها خفيفة كمان الصغيرين معنا بيتشدوا وتعموها حلو خلص انا افراطو انا بوليوريه انا بيستف دي بيتزا انا بارا بوليوريه هشوريش انا بارا بوليوريه كده كل حاجة جاهزة معي لو اعجبكم مع الفيديو ياريت تشتركوا في قناتي وتفعلوا القرص اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة